انا معروفة في الوازيز لن نذكر الأسماء التي أحبتك لا تخاف أغير عليك أنت ماشيالي طبعاً لقد تتطرني لماذا لم تكن تفهم فتش أنت خفتي على راسك و لا تريد شيئاً لك المشاكل طبعاً أنا أريد أن أحكم شيئاً و أريد أن أفتف الزناب و أعطيها لأن أطردك و لا نحن نقوم بما يتم تؤمن طبعاً من أجل الأسخاص يتم تحجب أن أجل تحجب ماشرون قناة يا شوفت و اهلاً و مرحباً بكم في هذا البات المباشر مرة أخرى من مدينة الدار بيضاء القمة للشغراء مدير الحضانة في منطقة الوازيز هذه السيدة كانت تغسل الطوالات لك الحضانة خدامها لمدة 5 سنين 6 سنين هذه السيدة حملت لن تولد فاش رجعت ما زال المسالات المدة بقى لها 15 يوم ديال الكونجي رجعت باش تخدم سلمت علاقاء الناس شوية تكي يقول لدك السيد وهو المدير ديال الحضانة غير سيري حتى نعيط لك من بعد صنات عليه قال لي اخس كتاخودي رونديفو باش يدري معاي تخيلوا معاي السيدة خمس سنين ويخدا معنى كتغسل الطوالات كتدير كل شي وللأسف حقرها وجاب لها واحد الوريقة تعرف بان السيدة مقارياش جاب لها واحد الوريقة ديال انها غتسيني على السيقعة ديالها وبان اخذات واحد الشاك ديال جوجة المليون هاد شي كامل ما كانش هاد السيدة محتاف داب الوراق ما اعطيتهم ليه وهاد الاخير مشا دعاها في المحكام وربحك هنخليكم معاها تعودين اشنوق على اختي السلام عليكم السلام عليكم المشكلة لدي السيدة من اللي حملت اخرجت بحالة الناس من اللي دار في الشهر ثمانية في الشهر ثمانية اخرجت 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 نعم اخرجت و نستطيع التطوير مع منه اكثر من بلوك و نستطيع التطوير عن مرة الان هذا هو اكثر من الشيء الذي يتم تتعلم فيه كان عندهم يقولون أن يسعروني ابنان لجوع و لا يرحموني و تلقى بأي شخص في المطلوب و يبرد على مدار عليه و كانت طويضةه قريبا و يقول له أنه لا يبدو أنه يكون فيه لنكمل لك القيسطة أعذبوني يعني دوزوا عليها تكاكا هذا العام اللي حملت فيه دوزوا عليها تكاكا بدنا أنا عندي السكوار عندي السكوار عندي فقر الدم دخلت طواريت كان طوائفها عرموا عليها الدرايف في طواريت وخرجت سخفت اللقطة اللي جلست على طبلة صغيرة جلست عليها في وسط القسم صوراتني مرت بنت مرتبة وقدت لهم تصور وما خلوا فيها اللي ينسوا كان يقول لهم دراس قفت أنا حمل يقول لك الحمل ليس مرض يعني هم عاملوني معاملة نقصة وانا ما فهمتش علش هاد الناس يدرون لي عادش المهم كان سامح فوق المغرب يدن عليها فشكنت في 4 سنين والمغرب يدن عليها في هذه المدراسة وكل شي يخرج اللي يدرون الميناج والأساتيدة يخرجوا مع الخمسة اللي يدرون الميناج يوسالي ويخرجوا كيف حكومت بنت مرة كان بديلية بخمسين وفي هذا العام خمسين في ريال العام الأخر يدرون زيادة 4000 ريال الميناج والميناج ويزادني أدروني 54 كيف تنتظر بخمسين في ربعا وخمسين؟ كيف تنتظر بخمسين في ربعا كيف تنتظر بخمسين في ربعا وكيف تنتظر بخمسين؟ كيف تتحرك؟ إذا كنت أشتر بخمسين في ربعا أعطيت لانتظر بخمسين في ربعا بنت لك لا مربي دعني كيف أفعل ذلك؟ بان انت لا مربي دعني خاصة الناس الذين يقارين ومربين في هذه المدرسة انت لا مربي اشكتابة و أخبرت لك بنت لك ست سنين ويلا بنت لك أنا كتابة وأنا لا مربي دعني وقد قرب نفسيه الرجلية و يتطلب فيه كنت في ذلك الساعة كل شيء أعطى في فعلي المدرسة كلها يطلبوا فيه و يبكيوا عليه و يطلبوه لكي يخليني و لم أعطاني حتى المهلة لكي أخرج مهم السيد يجلي الفخ مجلي الفخ يكتشفت الورق المهم فذلك السعاب الذي كان يطلب فيه قال لي يا صافي دبان نرد أنا لم أبقى عنده القرار بوحده نحن نقول لنا ثلاثة مديرة للبنات ومساعدة نائبة المديرة أقول لهم عنده خاص يشتشر معهم و ما سيطردني أو ما سيطردني يعني ليس المؤسسة ولا يستشر مع المديرات الاساتيدة سافي قلت لي و أخا و أعطاني أنا عايت الفاتين نطلبها مهم السيدان نطلبها لمديرة للبنات نطلبها تفاجأت في السيدان أطلبتها و كان عايت عليها و كان طلب فيها و كان أقول لها و ربيع تقنية أنا تشوفي اسمته و عندي الطريطة و ما عندي شو اسمته حسنا لن تبني لا تبني أخذت بكيت و ماذا أخذت الدرجة السيدة ما قالت لي؟ هناك قالت لي لصلي الصلاة الاستخارة و أعطي أمومة لبنتك سأتعطي أمومة لبنتك رأي لصينيسي سأعطيك مدة العام تخيل انت واحد ينسان ترتلي في الورق نقطي طلب الاستقالة نقطي مساعدة لا أصدق لفم دوميناج ومساعدة كل شيء في الورق لقد تسلمت مبلغ مالي جوش المنيون لقد تسلمت حتى ريال ومفرصي ما يتعود وتنازعنا ورجعنا وصلحنا لدي كل شيء الورق تتبيتها بقى عندي الورق بقى عندي الفوتوكوبي وخطفة كل شيء المحامي بقى عندي كل شيء وكتشفت بالنقاطي لي من الملابس الحديث وكثيرا اصدق لفمانات وقلتح بسرعة لأن الملابس الحديث لكي كنت أقوم بتعديد الورق وقلتيهم الورق يجب أن نخلصوا وقلت لهم لماذا في المؤسسة لم يكن الإنسان و بالدوا إدان هذا تلك الورق لديهم الورق كيف لكونوا عودتنا؟ لأنني لم أقرروا عليها وضعوا ذلك الدورة ماذا تقول لي هذا؟ أنا السيدة أنا اللي بقى في الحال يقدر وتعني يأتي لي ويعلموني يقول لي يا أختي سأتردوك أنا أريد أن أحقي في العيد الكبير درجة تعيثت علي واحد السيدة لا يقدر على ما يقدر لي هذا الشيء اللي طلت على السوفي اللي دار لي والحالة اللي دار لي وعطت عليها السيدة ومدرقها للمرأة وقالت لي حكا أدمر المدرسة بغى يعطيك العيد لبنتك يعني يدور معي العيد يعطيني العيد لبنتي ما أعطاني شيء رزقي قلت لها للسيدة قلت لي ها اللقطة اللي بحتجة لصداقة ما أعطهاش لي هذه الساعة يكون شد شيء مبلغ مالي ولا يكون نار مئة الفريال ولا أقل يقول لي هاكي أختي باش تعاوني على ما تخدمه وعلى ما تلقي الخدمة هاكي غضع طابرها السادقة تخلى واحد الظروف ما ما أشغان قولك للدرجة أنا ما كانت مشاش مستقمة ما كانت مشا محنية أنا كان طلب المسؤولين ومن الجلال الماليك ياخد لي حقي من هذا السيد حيتي مقى رياج وحقور عليها أبغيت نختم لأبغيت نختم لذا ما حاليا ما أأخذ دماش وعند ومشا تولد أم سكينة جرع ليها بلا رحمة بلا شافقة من بعد خمس سنين ديالتها مارا خمس سنين ديال طوالات جفاف غسل صانيك رواج هذيل ولكن كيف ما كان قولو القاوي يأكلو الضعيف جاب لها وراق على أنها باش تسيني الاستيقالة ديالها وبأنها أخذت واحد من بغديج المليون وهات شي ما منو حتى شي حاجة الرقم ديال السيدة هو سفر سسا سسا وتسعين تمانين سسا وتلاتين تمانية وخمسين هذا هو الرقم ديال السيدة محتاجة لأعمال بغد شي واحد لي وقف معه باش خدم وبغد شي واحد لي وقف معه في الوراق ديال باش اخذ حقها من ديال الحضانة وهذا الحضانة معروفة في المنطقة الوازيس ما كان لما كيعرفهاش اللي ستسول عليها الحضانة غدي يقول لك هنا في بلاصة فلانية وبالصح كيديروا بحال هذه المشاكيل الناس اللي كي يخدموا عندهم اللي يدير لها شي تاوي للخير الرقم دياله مرة أخرى وصفر سسا وتسعين تمانين سسا وتلاتين تمانية وخمسين اللي بغي تعاون معه اللي بغي يلقى لها خدمة اللي بغي يخدمه في شي مؤسسة اللي بغي يخدمه في شي فيلا ديال الميناج شي دار شي بيرو شي شاركة أي حاجة غدي يدير واحد مع الله سبحانه وتعالى رسالة ديالك أختي الأخيرة الناس تفكر سميته أنا الحاجة الوحيدة اللي كان كلا هو الغدر قافية الحال بزاف يعني ما لقيتش أي باب دقيت ما خليت مصرية ما خلي سميته ويقلبه كل شيء يريدون لك الخدمة ديال النباتة الخدمة ديال النباتة أنا بنتي عندها دبع عشر شهور سوف نخلي بنتي ما عندي لي قابل لي بنتي ما عندي لي شد لي بنتي اه 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 ونمشي والله العظيم الله الدور اللي كان نعب في فضلك المدرسة إلى الدور جوج خدامت دبع اللي خدامين في بلاستي دبع اللي حط دبع جوج اللي حتى دخلتها أنا اللي جدالي وحدة أو ثانية اللي دخلوا في بلاستي ولكني إنسان ماشي يغضروني بحال هكا لحوني واحد اللوحاء الدرجرة من عام تقريبان وانا كان نجري كان ندقل بيبان كان نقلب مشيت للمحكامة الجلسة الأولى ربح القاضية دارني أنا اللي ما جيتش الجلسة الأولى دار كل شي على ضد أنا اللي ما مشيتش بانا اللي أخويت البص ما مشيتش يعني ماشي حرم عليك هو طردني يعطيني رزقينه فإنسان يحتل قدام فين يجليزي والورقة لحطني فاي باش نجليزي هذه الورقة ونسينيهم لفخ أنا بقى فيها الحالة رجعتني ما كنتش كنتنتظر من هاته السيدي دي اللي يبحل هكا ما كنتش كنتنتظر أنا بقى فيها الحال بزاف أنا من ذاك الساعة لدابة أنا بقى مريضة ترسل من هاته أنا أحزبها أنا رغبما نشأر واحد تقريباً نخرج ما أخليك ما دارت خدمت أنت الدردفد ما لقيتش كان تقلب الدابة وعندي الطريطة عندي الطريطة عندي الطريطة عني نشوفوا الأخوان الناس اللي يخلبوا على حلال كي بغي يج كدون فيهم السبع كيلقواوا المشاكل كيلقوا العراقيل كيلقوا بزافذي الأمور اللي كانتتوقف لهم فطريقهم هات السيدة بغير تتخدمه بغجتشي حاجة ما بغى أولو هاداك السيد دعاتو ربحا كيف ما كان قوليكم نطاوي أكلو الضعيف هاد السيدة ما عارفاش منين تدخل ليه ومنين تخرج ليه هاد السيدة مقارياش بغى غير طرف للخبز تصورو تخلص طريطة ديالها كانت خدامة بربع وخمسين الفريال ربع وخمسين الفريال شنو غتدير لك في هذا الوقات واش تخلص بهال الطريطة وش خلص بهالكرا وش خلص بهالمصروف وش خلص ربع وخمسين الفريال فالله يدر الشيطة ودير الخير الله يقف معها ومازال غتمشيل عند هاد المودير مازال غتتابع لإجراءات الدياله بش تخد حقها وكانت ممنى مشى واحد هي بغي تخدمه السيدة ياخدمها يدير واحد الأجر كبير مع الله سبحانه وتعالى وحداله هنا غنا وصلو علينا تدلبة مباشر تبقاه على خير